أشهد القائم بأعمال الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري بموقف الصين المبدئي في الحفاظ على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه جاء ذلك في كلمته التي ألقاه اليوم في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية وبارك الهجري انعقاد المؤتمر والفعاليات التي تسهم في تعزيز التنسيق السياسي والتبادل الفكري الذي يسهم في إقامة مجتمع المستقبل المشترك الصيني العربي في العصر الجديد وأعرب الهجري عن الارتياح الكبير لتطور الدائم والمستمر في العلاقات بين التجمع اليمنية للإصلاح والحزب الشيوعي الصيني والسمرار العمل على تفعيل أوجه التعاون بما يخدم مصالح البلدين وثمن الهجري مساعدة الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية لليمن في مختلف المجالات وموقف الصين الداعم للحكومة الشرعية وسعيها الدائم للتوصل إلى حل سلمي عادل لإنهاء معاناة اليمنيين بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية على اليمنيين وقال الهجري إن حرص الصين على تعزيز علاقاتها بالبلدان والأحزاب العربية يعزز القواسم الإنسانية والحضارية المشتركة ويمد جسور التواصل بما يخدم شعوب المنطقة والأمن والسلام في العالم ترجمة نانسي قنقر